السلام عليكم البنات كديرين لبس عليكم أشخباركم كنت من الله سبحانه وتعالى تكونوا بألف خير رمضان مبارك سعيد البنات اليوم ان شاء الله هاد الفيديو راه النهار قبل رمضان مبارك ننفقت في الصباح لقيت اللي ما بقاش للخبز باش غادي نفطروا كيف مما كتعرفو ما يمكنش نشريو الخبز ننطق ديبانيت بالدرباع جنت هاد حرشو ملوي الناس اللي متابعين عندي القانات راه ديجا حطا طريقة في القانات في واحد الفيديو مهم عجنتهم كبار كيف مكتشوفوا الديال الامازيغ الأصليين عجنتهم باش نفطروا بهم مهم كيف مكتشوفوا الثلاثة كبار يعني بالذرباء ما تعطلش فيهم علما ما يفيقوا باش يفطروا وطبيعة الحال عجنت الخبز وخليته كيرتاح باش نقرصوا لانه غايفيقوا فيهم الجوع خلصهم يفطروا خلص ما يقوش حاجة واجدة ونفقت بكري يا البنات كيف مكتشوفو كيف مكتشوفو كيف مكتشوفو اليوم النهار كله عمر عجينة ستكتشفوا معي عجنت هاد حرشو ملوي والخبز ونضوز تاني باش نعجن لحساب القوتين من بعد الغداء ان شاء الله سنعجن تاني حويجات فراء بارتاجي معكم الطريقة والمقادير الطبيعة الحال وكيف مما دائما أقول لكم دائما الإفادة في الفيديوهات اللي كنتشوفوا ففي القناة اذا بقاوا ونشاهدوا الفيديو باش تكتشفو اشن وادين ندير فيه كيف مكتشوفوا مبعدة ادراع لما قرصت هاد حرشو ملوي نرأني غسلت البلاصة نسحت البلاصة اللي انا كانت قرصت فيها كيف مكتشوفو طب في حرشو ملوي ديالي هو هذا مبعده طب كيف مكتشوفو كيف مكتشوفو كيفما تشاهدون ونجعله حتيفقه باش نفطره اعطي رانيك نعمر فيه وسخن شوية الحليب الدراري ومن بعد المسالي تفطرنا قرصة الخبز ديالي النطس كان نجمع شوية راه طلع النهار كيفما تشاهدون يعني روجت تبكري يا البنات على حسابك تعرفون يفطروا حتى يفطروا حتى يفطروا ومجمع تسروينا وطرفة الكوزينة باش نبدأ الخدمات بالنسبة للغداء نديره غير طويجين عادي بالخضراء عادي نديره بجاج واجلبان وخيزه بطاطة عادي جدا نوجد المقادر ديالي باش نعجن بعض العجنة الحيدة لان بقى نعجن جوج عجينات ان شاء الله نعم راكم عارفين ضروري خاصنا تنظيف سوقتو هاد البوطة هادي خاصتها تتمسح في كل استعمال وورا كل استعمال خاصتها تتمسح وتلمع بشي هدا بشي يزيف ليكون ناشوف راكم عارفين رانديجا بارتاجيت معاكم بالنسبة للناس اللي اول مرة يشوفوا القناة ستراجعوا غير الفيديو القدم غادي تلقوني بارتاجيت قاعد شي هدا مع الاطاوات ومع البنات في الفيديو اللي قبل دائما بنسبة للمقادير كنديرو الفيديو يعني الفيديو اللي قبل والاستعمال يتعلم و الاستعمال حسنسون و الاسرار يتعلم مبادئين اللي قبل راكم الأسرار من الملوية هذه الأسرار يهتم إليكم كل الشباب دائما بنسبة المقادير كنديره الفينو يعني الفورس يكون الضعف ديال الفينو بنسبة هنا عندي الفورس المزيان تقريبا درت جوز لايف ديال الفورس وزلافة ديال الفينو درت الملح حسب الضوق وكندير رسم على القد ديال الخميرة إلا ما بغيتوش تديرو الخميرة تقدروا تديرو خمارة أنا الخميرة باش هكا كي تقطع ضغية ما تبقاش يتجبد وعني ويتقاملوك هكا ما تيدركش بنسبة الناس اللي عندهم مشاكل في عصر الهضم ما تيدرهمش كي ياكلوه ما تيخافوش منو مهم بنات أنا ما غندلكو محتاش حاجة غير غادي نجمعو وغادي نغطي ببلاستيكا وغادي نخليه حتى كي يطلق وكي يبلي سهل باش تدلكيها عدك تدليه طريقة سهلة سهلة مهلة ما تعدبوش مع العجينة في اللول كتكون شوية عاصية تجيك صعيبة باش تدلكيها راح تكت تخفي عدك تدلكيها سوغتو في رمضان كنكونوا صايمين ومدون إذا كنتو بحالي البنات أنا راح يعني ضروري خسني نشرب الماء بورا العجينة ندلك العجينة خسني نشرب الماء لهذا أنا را غير غا نجمعها تنسى جميلية العناصر صافي وغادي نغطيها راح ما غاديش ندلكها يعني كل شي بها تحفلها فيديو ما غاديش ندلكها نهائيا صافي كيف ما كتشوفوا غاديش نغطيها وخليها ترتاح على خاطرها ندوز ندير حاجة أخرى حتى تطلق شوية عد ندلكها غادي وحت شوية ثاني نعود نغطيها مائم بناتها هنا باش ندير معاكم يعني واحد البتي بان اللي كي يجي مورق كي يجي زوين وغزال صراحة مائم هنا دفيت كاس ديال الحليب غادي ندير فيه معلقة ديال الخميرة مائم سننضيف معلقة كبيرة باش تفعلنا الخميرة هنضيف عليها يعني من دك الكيمية ديال السكار ثاني دا اللي غادي نديرو في العجينة كنهز منها معلقة كبيرة يعني تقربا عندي نصف كأس ديال العنبة وغالبا ما غادي نديروش كامل من حالك تبقى الحلاوحسة بالضوق ونجعلوه يتفاعل البنات بالنسبة لي بغيتوا تعجنوا كل شي بالحليب ما تتخدموش للماء نهائيا نديروه أنا غادي نكمل بالمدافي وإلا ما بغيتوش تديرو الحليب اللي كي يكون سائل تقدروا تديرو نيدو يعني الحليب المجفف اللي كي يكون غبرة مهم كيف ما كتشوفوا عندي نسكيلو ديالتقيق النوعية المزيانة نقدر ساشيا ديال فاني كيس ديال فاني باش ننسم به عندي ثلاثة المعالقة ديال زيت المائيضة تقدروا تضيفوا واحد اربع كاس ديال زبدة اللي كتكون دايبة أو اللي كتكون بحرارات المطبخ هنا غادي نضيف الملح أنا كعجبني ذلك التوازن ديال ملح و السكر في البتيبان قع في الفطائر بصفة عامة نضفت واحد نصف معلقة صغيرة هنا غادي نضيف تقريبا نقصت واحد المعالقة كبيرة على ذاك نصف كاس اللي كتلكم ديال العنبة قد تبقى الحلاوة وهذا على حساب الضوء مهم غادي نعجن العجينة ديالي تقدروا تديروا بيضة هلية المقادير فيهم بيضة أنا راكم عارفيني ناس المتبعيني مع قدم البيض ما تنديرش البيض نهائيا في الفطائر وما تندهنش بالبيض نهائيا إلا الضرورة مهم غادي نبدا نبدا العجينة ديالي الكاس ديالي اللي بليدرت فيها الخميرة وغادي نكمل بالماء اللي تكون دا فيه بالنسبة لبنات اللي عندهم العجانة را هكا تهنيهم أنا ما عنديش يعني كان اعتمد علي الدية حتى يستهل الله ان شاء الله ان ناخدها مهم حاليا تنخدم غير بالدية اللي عجينة كلها تنعجنها بالدية اللي عنده العجانة را هتتهني صراحة من هات الخدمة تنضو ونضيفو شوية بشوية وتندلكو لانا بنسبة لبنات هاد المقادير اللي عطيتكم بنسبة لبنات البنات اللي غادي ندير بالشوكولات تقدرو يعني تديروها بالعجينة تكون شوي خفيفة تكون تلقتوها مزيان بنسبة لك انتو بغتديرو لك خواسون أنا نخلي لكم صور هنا يا بنسبة لك خواسون راكم تدخليوها شي شوية دايرة شوية تكون حكا ما تكون شجارية بزاف تكون شدة شوية فراسها المهم دا ما نخلي لكم الصور نحن نخلي لكم صور ديالك خواسون اللي عطيتهم بنفس العجينة نيت مهم نتيجة كتجي هائلة غنصلي الدية باش ما تبقاش تلاسق ليا في العجينة باش تسهل عليها ندلكها وغادي نديري الدية في الماء وندلك انتو مغاي كن نخشي الدية في الماء ومدن ندلك هكا كنتحكم فيها وكتجيني العجينة اللي كتكون مدلوكة مزيان صافي البنات تراني دلقتها كتجي خفيفة هكا كيف ما كتشوفو غادي نغطيها بالفيلم المانتاع وندير عليها شي سربيتة وخلي حتي تضاعف الحجم ديالها وندوز باش نصيب معاكم هذا ندلك معاكم المرات التانية الملوي انا را ما تلكتوش في المرات اللي ولا البنات غير غا نعاود ندلكم بعد ما تلق دبا كي سهال انتم مشوفوا العجينة كيفاش كتجي 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 رائعة كي سهال عليكم انكم تدلكوها يعني هي كتجي تدوها وتجيبوها كتجي يعني كتجي عجينة ليزوينة الممكن مسح ليس باس ديالي باش ندلكها فقر رخامة يعني دلكها خفيفة وصافية اصلا العجينة كتجي تدلك غير بوحديتها إلا كنتو غادي تديروها مثلا العجينة هذه تقدرو تديروها من الصبح غير هي من صحكمش أنا كم تديروها في تلاجة وهذه العجينة اللي أنا فيها الخميرة إلا كنتو غادي تديرو غير خمارات قدرو تعجنوها من الصبح حتى العشية يعني مني تكونوا كتشقوا في الصبح ديروها وخليوها غطيوها حتى العشية ونوضو شكلوها كتلقوها مدلوكة بوحديتها بلا ما تعدبوا راسكم معها هذا الشيء بنسبل للناس لي ما عندهم مش العجانة عندما شوفوا العجينة كيفاش كتجي مدلوكة رائعة صراحة سوف نغطيها عاو تاني بذلك الفيلم على المونطيق ونحطيها على جانب حتى نشكلها معكم وغادي ندوز بنتبه البتيبان اللي راح تضاعف الحجم ديالو العجينة البتيبان غادي ندوز باش نورقه معكم يعني كيف كتشوفوا تضاعف الحجم سنستعن بالنشا كما كتشوفوا تقدرو تديرو الدقيق تستغنو على النشا أنا غادي ندير النشا كنستعن بشوية ديال زيت المائدة غي كندهني الدقيق دائما لفد العجينة اللي كتكون هكا مطلوقة كنستعن بشوية ديال زيت المائدة دهينة خفيفة في الدقيق باش كنقدر نتحكم فيها ويمكن نحاولو نخرجو داك الهواء اللي فيها صراحة دور بتيبان معتمد عندي كي يجي ناجح 100% كيف ما قلت لكم العجينة ديالك خواسون ما تتجريوهاش بحلقة ستخليوها شي شوية يعني ما تكترووش لها الماء سوف يبدأ نطلق نقسم العجينة ديال الكوائرات اللي يكونوا متساويين وكندردر شوية ديال النشا باش ما يلسقوش ليا راهو أخاك تشوفوا العجينة بحلقة راكت جي ساهلة معاكم راكت جي ساهلة معاكم راكت متتعدبكم ما والو يعني غير في اللول مليكت تقسموها راكت يعني كتت تقاسب داك النشا راكت تجمع وكتولي ساهلة في الخدمة سافين بعد ما قسمتهم سوف ندرون في الصينية ونبدأ بالوحدة بالوحدة نورقهم وندرون في البلاطو اللي كان كوندردرت عليه شوية النشا ومراكم عارفين الدنيا كيف شكا تولي بالنشا ومن كوندردنا التوريق بالنشا ولا دقيقة تولي حالتها مهم هنتك كنستعن بالزبدة ديال التوريق رايا لديجا شاركت معاكم يا ايما بونا يا ايما أطلاس هما اللي كنستخدم انا كنحك ديك الزبدة اللي كتكون ديجا مخرجها من تلاجة كتكون باردة وكنستعن بالنشا كيف ما كتشوفو كنغطسها في النشا باش ما تلسقش لي الزبدة مع بعديتها كيف ما كتشوفو معايا هنا تقدرو تغربلوها من داك النشا وتخليو غير الزبدة انا كننسو سديك النشا غير بيديا اصلا نشا كتعاونها في الطوريق وكتنشوف ديك الزبدة يعني ما كتخليش دك الدهون ديال زبدة يبانوا بزاف كتنشوفها نيم طريقتي كنبارتاجها معاكم وكنتمنتنا الاعجاب ديالكم سافي كنورقوها نزيان لان فيها الخميرة عارفين بانا غدي تخمر كنورقوها بحلقة تجي ورقها كرقيقة ونضعها في الفلاتو ديالي ونكملهم كلهم ونورقهم بنفس الطريقة نستعين بنشاب طبيعة الحال بنسبة للك خواسون تضيفو على شكل مستطيل عفوين بنسبة لي بتي بنزلو على شكل مستطيل بغيت تضيفو على شكل دائرة نحاول نخلي لكم طريقة نتعين لكم الصورة نخلي لكم هنا اذا ما خليته سمحو ديا سوف نكون ما لقيتها نكمل كل شيء على أشكال مستطيل تقريبا كل مرة سوف نقوم بجوش ديال المرات سبعة ثمانية ديال الورقات على حسب شباب هدى لو أتجيلون وروقين سوف نرى حتى العشراء الورقات شباب المستطيل الأول نقضع الزبدة zteر الزبدة واحدة ورقة ثانية نقرسها ب الهواء نضيف الزبدة و الطبقات الثالثة نقرسها بطبيعة الحلبية نقرسها بطبيعة الهواء و نتبط الورقات مع بعديتهم نكمل عدد الورقات حوالي 7 إلى 10 الورقات نضيف الزبدة نكون البدء نضيف الزبدة نضيف الزبدة وصلت 250 جرام نحاول نورقها بعد شكل هذا نستعن بشوية النشا حاولوا بشوية الزبدة تكون مخلطة بالنشا سهولة والورق يكونون مفرقين على بعديتهم مورقين نحللها بالنسبة للناس لديهم الاسباس ورخامة تكون بلاسة كبيرة تعاونكم صغير كنت نورق على واحد طبلة ولكن دفعا مشغول هذه الطبلة لا يوجد محطة نكتب في هذه البلاسة قد تعودوك الزوائد بالنسبة للعجينة التي تشتلكم تعاودوها غير هكاك تجمعوها وتورقوها وتخدموها لأنها توجد فيها الزبدة من الداخل المهم للبنات كان نستعن بالشوكولات بالنسبة للعبار نشد العبار بشي قطعة التي تجيني علاقة الشوكولات كما تشتلكم كما تشتلكم نقطع على شكل مستطيل كما تشتلكم نحضر الزوائد نضع المرسول على الشوكولات المرة الأولى و نضع واحد وقوة ثانية و نروليها على هذا الشكل نجد في هذا الشكل مورقة نضع 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 جديد نضع 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 أن نضع patience نضع نضع نحيف أن ن разных نضع هكذا نضع حب أما نضع على أن نضع طريقة التي ستعتمدها لديها طرق كثيرة وكلما يأتي بهم الملوي مورق يجب أن يجب الملوي في وقت واجيز نحاول أن نورقه شوفوا العجينة أنتم لا تورقوا فيها أو هي ترجع تجمع هنا تشعر العجينة ناجحة معكم والملوي سيأتي بزوين نورق حتى نشعر الرخمة تبدأ بانلية هنا تبدأ عجينة حينة خلق أيضا لعدم الملوخ لا تريده الى أيضا أستعمال الزبدة فم أحاول أن ندهن الأزياد نأتمنى الزبدة ونرأى ماربعة وعلى المرحلة نرأى الزبدة ولنطويه على رأسها الطريقة لا ي sociaux واضحة نضع اوال أكثر نتضع بلاتون اشتركوا في القناة 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 نضيفها 4 مقلع نضيفها بفارغ الصبر كيف ترون فرخة وحدك لها أنا ثلاثة أبقى ولي رأي حطيتهم ده بغدي ندير ربعة الحرين باش نطيبهم بنفس الطريقة نيس غير ما تخليوش يتلقى بزاف يعني كيفما كنت لكم أقل من عشرات دقايق بدو تقرصه طيبو ما تياخد معكم هذه الملوية لوقت نهائيا يعني أنا في نظاري أسهل ملوي ممكن توجده قبل نفس الطريقة اللي درس بها الطريق الملوية اللي ويلان طيبت بهم قطيبهم حتى هذا غير البوطة العافية تكون متوسطة البوطة كانت يحلو بشكل هذا الملوي ما عارش أنا براسي ما كنعرفش نحلوه مزيان يعني بحل ناس القدام المهم كان حاولوا نحلوه رأي صخون ده باك نحلو لكم شوفوا كيف يجي مورق يجي غزل عالم زينات وانتمو نشوفو يعني النتيجة باينة واضحة رأي صخون نحلي تلكم باقي صحون الملوية اللي بعد ما كملتوا في الطياب كيف ما كتشوفوا ركي يجي زوين صراحة كي يجي مورق ما الداخل وكي يجي مقرمش رائبا اللي كنت فرتت لي يتم ماء وبنسبة العجينة اللي بقات لي رصاوت بها حرشو ملوية الراجلي هي نفس العجينة غير تقرسوها بسميدة وكتخليوها كبيرة الملوية اللي هو هذا اللي ندير به كاسكروت ان شاء الله والبتيبان را ما شاركتوش معكم اللي دخلتو للفران صراحة لانا قلت لكم ستوكاج عمر لي ولكن هو هادا فشطاب انا قلت لكم ما دهنتو ببيض لبحتش حاجة حمرتو بحالك ودهنتو بالناباج تقدروا دهنو بالكونفيتور باش ما بغيتو المهم كيف يجي محمر بحال هكا يجي خفيف خفيف البناس واحد الخفافيه ما نعودش لكم هي صراحة من الافضل انكم تخليوا حتي بردعة تاكلوه انا انقطع لكم واحدة بشتوفوها وخبقي سخون شوية كيف يجي من الداخل وانا ولادي كي حماقوا علي صراحة شوفو كيف يجي خفيف شوفو كيف يجي من الداخل كيف يجي من الداخل كيف يجي من الداخل وكيف يجي من الداخل ومهو هذا الكاميرا لا تطيع اشي حقو يعني رحة مع الاضاءة ضربة فيه ما بين الش مزيان انا حاول نصور لكم حاول قطع لكم واحدة اخرى ونصورها لكم هكا عن قرب يجي خفيف البناس غير جربوه على حساب اشتركوا في القناة وصلت الى نهاية الفيديو وكنتمنى اعجبكم وما تكونوش مليتو سمحولي لانه الطويل وصلنا الى نهاية الفيديو وما تخيتش بكم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله